جرى بالرباط تسليم أوسمة الملكية على سبعة من موظفي وزارة الطاقة والمعادن والبيئة منهم اثنان أحيل على التقاعد هذا التوشيح يجسد العناية السامية لصاحب الجلالة لهذه الفئة من الموظفين التي أبانت طيلة مصارها المهني عن تفان ونزاهة في تأدية مهمها طبعا تكون نائما هذه مناسبة لشكرهم ولتكريمهم ولتبيان الأداء والعطاء اللي قدموه البلادهم ولي قدموه هذا القطاع طبعا كما لاحظتم أنهم كفاءت من الرجال ومن النساء من عدة مديريات ومن عدة قطاعات اللي فنوا العمر ديالهم يعني قضوا واحد جزء كبير من العمر ديالهم في هذا القطاع وساهموا الحمد لله في وحد العدد ديال الأمور في مجال التشريعي في المجال المؤسساتي هذا الحفل فرصة للترويه بالجهود التي بدلها الموظفون المحالون على التقاعد خدمتنا لمصالح بلادهم وحضي أربعة منهم بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتزة في حين حازت لا تأخرون وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى